موسيقى اكثر من اربعين شهيدا وجريحا في تفجير ارهابي استهدف مطعما شعبيا في مدينة المخا قبائل حجور تواصل تصديها لعدوان جماعة الحوثي وتناشد كل الشرفاء لمساعدتها موسيقى القوات الحكومية تحرر مناطق جديدة في باقم وكتاف وتكبد الميليشيات خسائر في دمت ومقبنة موسيقى اهلا بكم محاولات حثيثة لاحلال السلام في اليمن وانهاء معاناة اليمنيين التي طال امدها تقابلها ميليشيات الحوثي الارهابية بمزيد من الجرائم والانتهاكات وحرف بوصلة السلام المنشود من خلال استمرارها في اشعال فتيل الحرب العبثية التي تسببت فيها منذ اكثر من اربعة اعوام واتت على كل شيء في الوطن واحالت حياة اليمنيين الى جحيم لا يطاق لكن صبر القوات المشتركة للمقاومة اليمنية والقوات الحكومية لن يطول وسيضع حدا لكل تلك الممارسات والانتهاكات وانهاء عبث ميليشيات الحوثي ومشروعها العنصرية المقيتة استشهد وجرح اكثر من اثنين واربعين مدنية مساء الاثنين بينهم اثنان من مراسل قناة ابو ظبي جريمة تفجير ارهابية داخل مطعم في المخى مصادر محلية اكدت لوكالة الثاني من ديسمبر الاخبارية ان خلية ارهابية تابعة للميليشيات الحوثية استهدفت بعبوة ناسفة مطعما شعبيا امام فرزة عدن لحظة اكتظاضه بالزبائن وفي حصيلة اولية افادت المصادر ان الجريمة اسفرت عن استشاد ستة وجرح ستة وثلاثين من ابناء المخى ومسافرين وعمال من المطعم جراح بعضهم خطيرة واضفت المصادر ان بين الشهداء احد مراسلي قنوات ابو ظبي الصحفي زياد سيف عبدالله نعمان فيما اصيب زميله فيصل عبدالرحمن الذبحاني اثناء تواجدهما في المكان مشيرة الى ان الانفجار وقع قرب وابة المطعم تواصل ميليشيات الحوث الارهابية قصفها لمناطق وقرى حجور من مختلف الجبهات والجهات في محاولة منها لاخضاع القبائل الرافضة لها مصادر محلية ذكرت ان ميليشيات الحوثي شنت محاولات عدة للهجوم من نواحي او من ناحية الدرب واتم التنكيل بهم وهربوا يسحبون جثتهم كما حاولت الميليشيات اختراق الجنوب الشرقي باتجاه دي ريبان وصدهم الابطال من رجال القبائل بالرغم من المحاولات المستميتة لجماعة الحوثي وبيّنت المصادر ان الميليشيات بذلت محاولات عدة لاختراق مناطق حجور من الجهة الجنوبية ناحية افلح الا انها باءت بالفشل هي الاخرى واكدت المصادر ان الميليشيات تحاول منذ صباح اليوم اجبار القبائل على الخضوع لها وتسعى لشن هجوم كبير بدأت بالقصف المدفعية الثقيلة والدبابات على العبيسة في ظل تحشيد متواصل الميليشيات الحوثية من جهة عمران بالمعدات الثقيلة والافراد بالمقابل يتوجه الاحرار من رجال القبائل المساندة لمساندة اخوانهم في حجور في ظل ادراك المغرر بهم بشاعة الجرم الحوثي والانسحاب من صفوف ميليشياته بالعودة الى الجريمة البشعة التي ارتكبت ميليشيات الحوثي في المخى ينضم الينا رئيس المركز الاعلامي المقاومة الوطنية محمد انعم جريمة ارهابية متكاملة الاركان تعرض لها مدنيون في المخى ما اخر مستجدات هذه الجريمة؟ بالتأكد المستجدات هناك مزيد من تداور الوضع الصحيح للحديد من الجرحاء والاقراءات الامنية تسير في الاتجاه البحث عن الجناء الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة بالتأكد هم من بقايا حصابة الحوثي الخلايا النائمة التي ما تزال تعمل سرا وليست هذه اول مرة يتم فيها الاعلان عن جريمة ارتكبت حصابة الحوثي فقد سبق قبل شهر تقريبا وان تم القضل علامة حصابة ارهابية مماثلة في الخوخة وكانت تحاول ان تزرع ابوات ناسفة لكن نقول مع ذلك انه الجريمة التي حضرت في المخى كانت مروحة ومخيفة 42 شخصا ما بين الشهيد وجريح وهو عدد كبير فعلا ويستوجب على القيادات الامنية مناطق المحررة ان تكون واعية ويقضى لمواجهة حصابة الحوثي او البقايا حصابة الحوثي الان التي تتسلل او التي يعني ما زالت احبار عن خلايا نائمة وضبطها لانها تسعى الى اعادة انتاج واقع لا امني في المناطق المحررة نقول لهم مستحيل ان يكون هذا ومستحيل ان يتم الترويج لمثل هذا المقاومة المشتركة في الساحل الغربي ستضرب بيد من حديد كل من يحاول ان يلعب ويعبث بامن واستقرار المناطق المحررة اذا تتعدد الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي تارة بالقاء قذائف الهاون تارة ايضا بالتفجيرات الى متى ستظل هذه الخروقات والى متى سيظل صبر المقاومة الوطنية تجاهها اقول لكم اليوم هذا الببعوث الدولي اليوم في الحديدة ومع وصولها وصوله الى مدينة الحديدة ترافق ذلك مع رفع ميليشيات صابة الحوثي السماح بفتح طريق العبور القافلة الاغاثة الانسانية يعني وهذا واضح انه صابة الحوثي لم تقف ولم تستسلم الا بحسن عسكري واقول اذا لم تتخذي قراءات رادعة لا يعنينا بالاخير المبعوث الدولي المبعوث الدولي الان اعطى مهلة كانت اول يناير المضطرب مهمة فشلت اول يناير كان المضطرب ينتحبه من الفريدة نحن الان وصلنا الى واحد فبرائر يعني على ما يضحك هذا المبعوث الدولي لا هو معذرة في المداخلة فقط هو يوم امس صرح لجريدة الشرق الاوسط بان هذا كان طموحا عاليا وانه كان احد سبب فشل اتفاق الحديدة هو التحديد الزمني وان الفترة اصبحت مفتوحة الان هذه تصريحات جريفت لصحيفة الشرق الاوسط اكيد المبعوث الدولي لا يستطيع ان يعترف ويقول فشلت مهمة اليوم نزل الى مدينة الحديدة وسيبقى فيها الى يوم الخميس ومع ذلك لم يعمل شيئا بالعكس استقبلوا الحوثيين بمن مرور اي غفاء انسانية وقصب الطرق ومنعه بحاولة ازالة الغام وهذه رسالة الواضحة الى انه لن يستطيع اذا في نظرك كيف ستتعامل اللجنة الحكومية وايضا المقاومة الوطنية مع كل هذه الانتهاكات سواء من مارتين غريفت او حتى من الحوثيين حول اتفاق استوكول بالتأكيد نحن المقاومة المشتركة هي بالاخير لها سقط زمني لصبرها ولم تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي وهي تمتلك القوة والرجال والمعنويات العالية والى جانبها جميع الشعب بالتأكيد بالنسبة لنا هي مرحلة زمنية مؤقتة ويمكن ان نستكمل تحرير مدينة الحديدة قد عبرنا اكثر من مائتين كيلو متر ومليء بالالغام والاشواق والعصابات الحوثية والايرانية ومن حزب اللاتي ومع ذلك لن يعجزنا استكمال بقية مدينة الحديدة هم الان يحاولوا يحاقبوا على بوعبع الحوثي داخل مدينة الحديدة مدينة الحديدة الان البوعبع هذا يتحطم في كل مكان يتحطم في حجة يتحطم في تعز يتحطم في كل مكان لن تنقلع قياد مخالجه واضافره وسيتحول إلى حمل وديع وإلا لن نتعايش داخل هذه البلاد محمد أنعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية شكرا جزيلا لك جهود دولية وتفاعل من قبل المقاومة اليمنية والجانب الحكومي في التعامل مع تلك الجهود يقابلها إمعان حوثي في خرق اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة واستهداف مواقع المقاومة في المدينة والجاحة لليوم الثاني والأربعين من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار امتثالا لاتفاق السويد تمضي ميليشيات الحوثي الإرهابية في خروقاتها وانتهاكاتها للاتفاق منذ لحظة توقيعها وكأنها تمتحن صبر المقاومة المشتركة من خلال استهداف مواقعها في مدينة الحديدة ومنطقة الجاح بمختلف أنواع الأسلحة خلال الاثنية عشرة ساعة الماضية شهدت الحديدة 22 خرقا تنوعت بين قصف مواقع القوات المشتركة للمقاومة اليمنية بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وإطلاق قذائف الهاون على مواقع المقاومة شمال المدينة كما استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية رجال المقاومة شمالية المدينة بعمليات قنص خلفت إصابات في أوساطهم في الوقت الذي يلتزم فيه أبطال المقاومة أقصى درجات ضبط النفس امتثال الاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وإطاء السلام فرصة ليحل في المدينة بدلا عن الحرب العبثية التي تسعى ميليشيات الكهنوت الحوثية إلى إشعالها دون اكتراث لما قد تخلفه من مآس وآلام في أوساط المدنيين الذين يتوقون للسلام وتشهد نقاط التماس بين مواقع المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي من حين لآخر تجمعات لافتة لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وخصوصا شمالي المدينة وفي الجه واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها مستهدفة مواقع المقاومة المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة كما تم رصد تجمعات لعناصر حوثية بشكل لافت في مناطق التماسة حيث تستقل ميليشيات الحوثي الكهنوتية الصمت الدولي والتزام أبطال المقاومة بالهدنة لعادة ترتيب صفوفها وموارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين جولة جديدة للمبعوث الأممي مارتين جريفث بدأها من صنعاء وتوجه بعدها إلى الحديدة لغرض فرض ترتيب زمن مطول وعمل ترتيبات لوجستية لفريق الرقابة الأممية الموسعة المكوى من 75 مراقبا دوليا في الحديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي زيارة أممية إلى صنعاء هي ثالثة خلال شهر واحد سابقة لم يأتي بها مبعوث أممي من قبل وإن دل تكثف هذه الزيارة على شيء فإنما يدل على تسارع وسباق مع الزمن لتلافي سقوط اتفاق سوكولم والذي أتى جريفث لتزمينه من جديد بما يضمن تطبيقا مريحا وغير متسارع هذا وقد صرح جريفث في وقت سبق أن فشل تنفيذ اتفاق السويد يعود لأسباب عدة منها طموح الزائد في تزمين بلود الاتفاق بانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة نهاية ديسمبر المنصرم وخروج الميليشيات من الحديدة في السادس من يناير إذن الحديدة أمام ستة شهور لتطبيق اتفاق سوكولم هذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة من خلال إرسال 75 مراقبا لتوسيع آفاق الرقابة الدولية هناك وها هو غريفث يعد العدة لما يسميها بالترديبات اللوجيسية الضرورية للباحثة الجديدة الموسعة وفق قرار مجلس الأمن الدولي لقاءات في صنعاء استهل بها غريفث جولته الجديدة وهو يتوجه إلى الحديدة لغرض إتمام وضع الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار والذي لم يشهد هذا الملف أن يتقدم على مدى الأيام الماضية بل أن الاتفاق يترنح ووصلت الأطراف في الحديدة إلى حالة من التململ بعد التزايد عدد الخروقات الحوثية وهجماتها المتكررة في مدينة الحديدة وجنوب المحافظة وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرز قد وصل في وقت سابق إلى عدن لاستكمال مهمة التشاور مع لجان إعادة الانتشار من الجانبين الحوثية والحكومية للانتهاء من تفاصيل خطط انتشار بمجاب الجدولة الزمنية الجديدة كما سيترك كاميرز مهمته للباحثة الأممية الموسعة المتوقع انتشارها لاستكمال ما بدأه منذ وصوله إلى الحديدة في ديسمبر الماضي والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السفير عبد الوهاب طواف طواف زيارة ثالثة لجريفث إلى اليمن خلال شهر لمحاولة إنقاذ إتفاق ستوكهولم ما جدوى هذه الزيارات في اعتقادك في ظل عدم التزام الميليشيات بوقف إطلاق النار كان آخرها ما تابعناه سويا من جريمة ارتكبتها الميليشيات في المخة أهلا وسهلا بكم أخي العزيز وبمشاهد الكرام أولا عندما جاء السيد مارتن غريفة اليمن هو جاء بعد انقطاع التواصل بين الجانب الحكومي وجانب الميليشيات حوالي 24 شهر وبالتالي جاء بخطة إنقاذية لدور الأمم المتحدة في الأمم وجاء بشكل فعالي من التوضعات ومن الآمال المعبودة في إحلام السلام في يمن وصنبعك أن تعمل بت المأساة الإنسانية وصارت أعلامها تبني في الغرب وبالتالي جاء إذا اليمن في محاولة عمل اختراضي عمل زيارات وقوقية في الصناء والرياض وبعض الدول لمحاولة عمل شيء وهو في الحقيقة يريد أن يعمل الشيء على مستوى السلام ويريد أن يعمل شيء يحدد وكيف تقيم أنت ما قام بعمله إلى حد الآن؟ هل ترى أنه بالفعل تمت هناك اختراقات في هذا الملف؟ هو عمل عمل كبير في هذا الجانب ولكن الحقيقة أن الأمم المتحدة في تاريخها لم نرى أن تنجح في إطفاء حرائق في أي دولة وهو ليس باستقناء اليمن ندينا سجل حاكم ومأساة ما في العيان منذ أن جاء بن عمر إلى اليمن وشرعا تواجد من الأشياء في الصناء إلى حد اليوم والتالي اليوم المتحدة أنا أرى أن دورها أفضل من حيث اختبار نوايا وقدرات الأمم المتحدة في اليمن وقدرات أو نوايا المجتمع الدائم في اليمن اليوم أعتقد أن الشعب اليمني منتظر وكذلك الحديد الشرعي منتظره والكرة في ملعب الأمم المتحدة في ميليشيات الحديد ميليشيات الحديد التي تتدرع عند النقطة هذه فقط اسمح لي عبد الوهاب عند هذه النقطة بالتحديد الآن كامرت في الحديدة لترتيب أوضاع أو الأوضاع اللوجستية من أجل الفرقة التي ستأتي أو الرقابة التي ستأتي المكونة من 75 مراقبا لكن لفت انتباه تصريحات غريفث ربما يوم أمس عندما قال أنه لن يرفع أي تقرير إلى مجلس الأمن يحدد فيه من الطرف الذي ينتهك اتفاق ستوكولم وأنه ضد هذه الخطوة أساسا إذن ما قيمت هؤلاء الذين أتوا لكي يراقبوا ما دم أن القرارات وأن ربما التقارير لن ترفع إلى الأمم المتحدة أساسا ما أريد أن تنظر في السجارة إلى الحديدة هو يحاول أن يحفظ أو يحفظ على إحياء اتفاق ستوكولم لأنه الآن يناجع أو في طريقه إلى الموت بسبب تعالف المنشيات الحديدة يريد أن ينفت الأنبار إلى الحديدة هو يريد أن يثبت إطلاق النار ونفت أنبار العالم من الحديدة هو يريد أن يثبت إطلاق النار من التفاوض بعد أن كان مجمن اليوم أعتقد أن فعلاً الأمم المتحدة والجنرال الهولندي أخطر أجد أخطر الطريق الحكومي عندما منع سهم الإشارة السوتي من الأنتبال والمنابر المحرضة أنهم ليس من شغلهم الرافع بالمتعنت وإنما دورهم يحاول التوفيق بين الأطراف هكذا قال ولكن اليوم نحن أمام خيارين أما أن الأول تحدث تنجح في تنفيذ استفاق السكوم الذي ضغطت على القوات الحكومية وضغطت على التحالف بإلقاف تقدم القوات الحكومية التي باتت على مغربة من الميناء وضغطت وأوقفت المهارك وبالتالي تذهب لإتفاق المتنفذ هذا المتنفذ الذي يرعته ورفعت الآمان للعالم كله السلام سيحي أو على الأمم المتحدة في رأيك أنت هل ستنجح أم لا الأمم المتحدة هل ستنجح أم لا بأقل من 30 ثانية الشعب اليمن يمنتظر أن تكون الأمم المتحدة من هو المتعنت ولاحقاً أعتقد أن الكرة في ملعب الحكومة الشرعية والتحالف إما أنهم يظلوا وراء الوعود وراء المبعوث والمجتمع الدولي أعتقد أن هذا لم يختم السلام وإنما يكون ميليشيات الحديدة والغير الحديدة والأمور تتفاجم من يوم إلى يوم إذا لم تتحد الحكومة الشرعية والتحالف موقفاً حازماً وحاسماً أمام هذا العدم السفير عبد الوهاب طواف شكراً جزيلاً لك تمكنت القوات الحكومية من صد تسلل الميليشيات في التباب وجبل شيحاض بمركز مديرية باقم مخلفة عدداً من الجرحى والقتل من عناصر الميليشيات الحوثية بالإضافة إلى فرار عدد كبير منهم لم تنتهي المعارك في محافظة صعدة سواء في جبهتها المفتوحة بالغرب أو الشمال إلا أنها تدخل طوراً جديداً من المواجهات فكانت قوات الجيش قد بدأت بعمليات نوعية ومختلفة مطلع هذا الأسبوع استهدفت بعمليتها عدة جبهات تركزت في رازح ومران وباقم وكتاف كل هذه الانتكاسات المتتالية التي تتلقها ميليشيات الحوثي زعزعت صفوفها وجعلتها أكثر تخبطاً اليوم كان لها هجوماً في شمال مركز باقم كانت تحول الوصول إلى تباب قريباً من جبل شيحاض إلا أنها لم تنجح لذلك دارت المعارك منذ فجر اليوم حتى العاشرة صباحاً ودخلت الموجهة فيها مرحلة متقدمة وأكثر عنفاً خلفت أكثر من خمس قتلى من الحوثيين وعشرت الجرحة وتمكن أبطال لواء العصفة من صد الهجوم بشكل كامل تم بفضل الله ومنته ثم بفضل لواء العاصفة ورجاله الأشاوس صد هجوم ميليشيات الحوثي وبفضل الله ومنته هناك كثير من الجثث المترامية في الشعاب وهناك جرحة كثير لإحصاء العدد المعارك ترفقت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية حيث استهدف عربة إمداد محملة بمسلحين تابعة للحوثيين في نفس التب القريب من جبل شيحاض تأخذ الحرب في هذه المدرية بعدا عسكريا واستراتيجيا كون هذه المناطق هي الوحيدة التي لا تزال الميليشيات تحتمي فيها ويبدو أن المعارك في باقم لا تأخذ وقتا طويلا لم يبقى في هذه المدرية السوء القليل منها وبذلك يكون الجيش قد يضع أول أقدامه على مديرة قطابر ويسنم عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مدرية باقم وفي سياق متصل تمكنت القوات الحكومية من تحرير سلسة الجبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبل الوقار والهيج بالقرب من مركز كتاف غربي محافظة صعدة وعكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العدد والعتاد في عملية نوعية ومباختة تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع جديدة في مديرية كتاف غربي محافظة صعدة وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال المعارك الأخيرة التي أصابتها بالخوف والهلع الشديدين معارك نوعية دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثية استطاع أفراد القوات الحكومية تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج بالقرب من مركز كتاف بعدهم يا رجال بعدهم يا رجال هؤلاء هم أبطال الوفاة يقتحمون اتباب واحدة والأخرى مجامع مسلحة تابعة للحوثيين حاولت الالتفاف واستعادت مواقعهم السابقة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعد أن تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرح في المواجهات الدائرة إلى جانب تدمير عربات وآليات عسكرية عدة واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة كانت الميليشيات قد نهبتها من مخازن الدولة الجبال الشاهقة بالإضافة إلى الأرغام التي زرعتها الميليشيات في محيط الجبال التي دارت راح المعارك فيها لم تمنع أفراد القوات الحكومية من تحريرها بشكل كامل وتأمين تبابها ومواصلة التقدم باتجاه معقل زعيم الميليشيات وتخريص البلاد من كهنوته الانتصارات المستمرة للوحدات المرابطة في محور كتاف تأتي ضمن عملية عسكرية تعرف بعملية قطع رأس الأفعى في صعدة في غضون ذلك تشهد جبهة دمت مريس معارك متواصلة لدحر الميليشيات الحوثية وتحرير مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بمحافظة الضالع وما يؤخر سرعة الحسم هو الحفاظ على أرواح المدنيين الذين تتخذ الميليشيات من قرائهم ومناطق سكنهم دروعا لها عندما نتحدث عن جبهة دمت مريس فنحن نتحدث عن الشجاعة والتضحية والوطنية فصمد رجالها وشبابها كان كصخرة صلبة تحطمت عليها أحلام الكهنوتيين معنوية عالية والهدف أسمى وأكبر مهما ضحينا سندخل دمت وبل قريب العاقل إن شاء الله وإحنا على استعداد وكل الناس جاهزين حتى أبناء المنطقة هذا اللي إحنا فيها جاهزين كلهم مستعدين للتضحية والرحيل نحو دمت وجبا وما وراهم إن شاء الله تستعد القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها بيبهة دمت مريس لتحرير مدينة دمت وما بعدها غير أن أرواح المدنيين وممتلكاتهم كانت من أهم أسباب التأخير في الحزم العسكري وترد من تبقى من ميليشيات الحوتي الجيش الوطني جاهز لتحرير ما تبقى من محافظة الضالع ودخولا في محافظة الدمار إن شاء الله ووصولا إلى العاصمة الصنعاء وإلى كل شبر في القمورية وإنما التأخير في الترتيبات على أن نقنب المواطنين من عملية النزوح أن نقنب حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم مقاتلوا جبهة دمت يصفون المعركة بأنها معركة استعادة الجمهورية والحرية والكرامة ضد من سلبها شعبنا اليمني ولن تتوقف حتى يتحرر كل شبر في الوطن من شر هذه العصابة الإمامية ولن نتوقف بإذن الله إلا في خطوط صنعاء إب وهذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية سنواصل بإذن الله التقدم حتى تحرير كل شبر في أرض الوطن من هذه السلالة الكهنوتية التي أتت للقضاء على حريتنا ومعتقداتنا وكرامتنا وأزاحت ما كنا نعمل به وهي الديمقراطية والحرية تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوث الإنقلابية بجبهة دمت واستعدادات كبيرة لتحرير مدينة دمت وما جاورها خلال الأيام القادمة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع إلى ذلك اندلعت معارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوث الإرهابية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز مصدر عسكرية فاد أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في أعقاب محاولة عناصر منها التسلل إلى مواقع القوات الحكومية التي تصدت لمحاولة التسلل وكبدتها خسائر في الأرواح والعتهاد قتلت الميليشيات الحوثية الإرهابية امرأة في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة غربي المحافظة مصادر محلية أفادت أن قناصا حوثيا استهدف برصاص المواطنة وجيها أحمد محمد قائد حزامة أمام منزلها في عزلة القحيفة وكان قناص حوثي قتل في وقت سابق المواطن المسنة نعيم عبدالله صالح في بلدة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم تصاعد ميليشيات الإرهاب الحوثية جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين خصوصا الأطفال والنساء في مدينة وريف تعز حيث سقط المئات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال جراء استهدافهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية بقناصتها ومدفعيتها والألغام والعبوات الناسفة يواصل المعلم والتربية والتعليم في المناطق الخاطعة لسيطرة ميليشي الحوثي إضرابهم عن التدريس ونقابة المهن التعليمية والتربوية تؤكد استمرار الإضراب مصدر في نقابة المهن التعليمية والتربوية أكد أن المعلمين والمعلمات وكافة التربويين مضربين عن العمل حتى يتم صرف مستحقاتهم المنقطعة من قبل ميليشي الحوثي وأوضح المصدر أن الميليشيات هددت المضربين بالفصل والأتقال في حال لم يرفعوا إضرابهم وأكد المصدر حرص النقابة على مستقبل الطلاب وأن قرارها بالإضراب لم يكن ليحدث لولا تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها برفض صرف مستحقات المعلمين النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل قصف الميليشيات الأحياء السكنية يضاعف معاناة كبار السن ويشرد الأسر بتعز تتواصل معاناة المواطنين في تعز جراء قصف ميليشيات الحوثي واستهدافها للأحياء السكنية دون مراعاة لكبار السن والأطفال والنساء الأمر الذي دفع الحاج سيف للإقامة في أحد المساجد بعد تدمير الميليشيات لمنزله وتشريد أسرته لي الحرب وحدها من جعلت الحاج سيف شريدا طريدا وقد بلغ من السنعتية ليظل قصة تلخص معاناة تعز المحاصرة فكم تحمل هذه العين البارية من قصص لا يمكن تحتويها الكلمات ستين عام هو ما بلغه الرجل من العمر لم يكن شفيعا له حتى لا يطاله أذى أو مكروه من قبل الميليشيات الحوثية أربعين عام من الاستقرار الأسري لأسرة فيه الزوجين ولهم من البنات إثنتين لي أربعين سنة بالبيت حق مستقر أنا وأولادي شاق على أولادي وبناتي وزوجتي والآن أصبحت مشرد لا أولاد ولا زوجة ماتت وبناتي في جهة وأنا مشرد لأنا راقت في القامة بجهة بيتي تدمرت وأصبحت الحمد لله أبناء شيبة ما أزول لا أقدر أشتغل ولا حاجة ورعي أقسم والله ربي من الناس اندر لي اللقنا وبنات عند الناس بالحب دخلت ميليشي الحوثي منزله وبعد دحرها عادت لتقصف المنزل بقذائف الهون لتحوله إلى ركام بعد إن سورته بلالغام غادر الحاجة منزله المدمر بعد أن أفنى فيه أبهى سنوات عمره وأجلها ليحط به الترحال هنا في إحدى مساجد حي برباشة كملاذ أخير له وفي إحدى زوايا المسجد ينام ويقرأ القرآن ويصلي صابرا محتسبا دون حول الله ولا قوة سوى بالله بلحظات عابرات تشتتت الأسرة وتفرقت في حي البعرارة رحلت الزوج أولا عن الحياة واشتشهد زوجي إحدى البنات بقذيفة تاركا ابنة الحاكسيف أرملة مع طفل رضي ولما أبكر بنات لا أقدرش تحمل الصراحة بقول لك بحق الله لما أبكر هل ما أقدرش تحمل ولا أقدر تهدر أستعقيم لما أبكرها بعض لما تقول الميت بعيد منك إنك كانت ورى بهرك تحضني مو تحتاجي بنتك أرحتاج حاجة بلانت تحضني أما عن حلم أحلامه وغاية أمانيه سكن يلملم فيه شتات أسرة أتعبها الفراق والنزوح حلمي أنا إننا أشياء استقرنوا بناتي وأقلس أنا وهن قدنا أخر عمري إلا قل الموت اللي ينبهم بي بدل ما أقلس أتقعق بالشوارع وأقلس أتقعق بناتي في جهة وأنا في جهة لهذا ستظل قصة الحاكسيف نموذج مصغر لمعاناة طال أمدها في تعز دون بشارة بقادم جديد ومتعافي عواد الوهباني اليمن اليوم تعز طالبت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي لإيقاف الانتهاكات في حق المختطفين في ظل توقيعها على اتفاق السويد الرامي إلى إطلاق صراح جميع المختطفين والمخفيين قصرا وأكدت الأمهات في وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية أنهن ينتظرن نتائج لقاء الأردن بعد فشل تنفيذ اتفاق السويد في وقته المحدد على ساعت وقته المخفل قارنة أمام المخفل وراء المخفل هذا التفاقي حقا شوية خرجوا عيالنا عيالنا محروم من الشمس عيالنا مريضين لا عد يشتروا يقوموا ولا يجيسوا محروم من شمس الله ربي ما حرمها على أحد اخرجوا عيالنا تعبنا اليوم أربع سنين احرموهم الأكل احرمونا زيارة احرموهم العلاج لا رضي يدخلو لهم الملابس ولا العلاجة ولا رضي يدخلو لهم الأكل قبلنا عن غلق شهر ونحن بغير زيارة العيالنا اتقوى الله احنا مأملين فيهم خير ارجووا إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء عيالكم سماع عيالنا خافوا الله اتقوى الله في عيالنا اتقوى الله يا رب ما لنل الله سبحانه وتعالى ثم هذا الاتفاقي انهم ينظروا إلى عيالنا بعينهم الرحيم بعينهم الرحيمة بس هذين نشتي انهم يخرجوا عيالنا احنا تعبنا اليوم أربع سنين محروم من عيالنا لهم زيارة ابني جار لا رضي يدخلوا لأكل ولا علاج ولا ملابس والله عندهم كل ما اشغل الملابس يردون كل ما اتخل العلاج يردون تقوى الله خافوا الله بس بس مطالب المتفقين في السويد على سرعة اطلاق المختطفين والمخفيين قصريا فنحن قد تعبنا من المطالبة أربع سنين ونحن نطالبهم بإطلاق سراعهم دون قيدا أو شرط ونرجو منهم ألا يجعلوا به القضية في ملفاتهم السياسية وأن تكون أول قضية إنسانية تخرج اليمن مما هي فيه لرابطة أمهات المختطفين حول مستجدات أوضاع المختطفين بصمعها في ظل اتفاق السويد تترقى برابطة أمهات المختطفين نتائج لقاء الأردن التي بدأت الأسبوع الماضي بعد فشل تنفيذ توقيع اتفاق السويد في وقته المحدد بين طرفي المشاورات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسلحة وتأسف الأمهات لكل هذه المماطلة اللامسؤولة والابتزاز اللا إنساني في حقوق أبنائنا التي كفلتها لهم الأديان وسائر القوانين في الحرب والسلام ونحن اليوم نقف أمام مؤشرات تجعل قلوب الأمهات في حزن وقلق مضاعف حيث تستمر جماعة الحوثي المسلحة في ارتكاب الانتهاكات بحق أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجونها فقد قتل ستة تحت التعذيب وبسببه في مناطق سيطرة القوثي كما أنها تمضي في محاكماتها الهزلية لأبنائنا وتمنع الزيارات عنهم وتمنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم وتحرمهم من التعرض للشمس في سجونها بصنعاء وتتعمد إهمالهم صحيا مع انتشار السل في سجونها بذمار واستمرار إخفاء العشرات من أبناء محافظة الحديدة ولم تتوقف آلة الاختطافات بحق المواطنين فقد تم اختطاف ستة وثلاثين مواطنا في عدد من محافظات الجمهورية كل هذه الانتهاكات دون مراعاة للقيمة الأخلاقية والقانونية لاتفاق السويد وفي تناقض كبير مع مضمون الاتفاق المتسم بروح الأخوة والساعي لتبيض السجون إننا ومن أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصداء وهي المخولة بحماية حقوق الإنسان في العالم كما أنها الرائعة لتنفيذ اتفاق السويد والضامنة له الضغط لإيقاف هذه الانتهاكات وفرض حمايتها للمختطفين حتى إنجاز الاتفاق وتنفيذه بما يحقق حرية المختطفين والمخفيين قسرا وسلامتهم ساطر عن رابطة ممهات المختطفين سمعا 28 يناير نهاية النشرة عودة إلى العناوين أكثر من أربعين شهيدا وجريحا في تفجير إرهابي استهدف مطعما شعبيا في مدينة المخا قبائل حجور تواصل تصديها لعدوان جماعة الحوثي وتناشد كل الشرفاء لمساعدتها القوات الحكومية تحرر مناطق جديدة في باقم وكتاف وتكبد الميليشيات خسائر في دمت ومقبنة ألقاكم في نشرة الخامسة والنصف إلى اللقاء